إلى الشأن العربي والدولي حيث أعلن مسؤول الأمريكي اليوم وقوع انفجار خارج مطار كابل نتيجة تفجير الانتحاري على ما يبدو وقال أن التقرير الأولي يشير لأن الانفجار نتيجة لهجوم الانتحاري محذرا من أنه قد يتغير بحسب وكالة رويترز وذكر المسؤول الأمريكي أن هناك ضحايا جراء الانفجار بينما التفاصيل لا تزال غير واضحة بشأن العدد والجنسية شكرا